على الأقل لعشر سنوات أو أقل شون ممكن نتوقع مستقبلنا؟ هذا سؤال كل شوجيه لحقيقة إحنا نتحدث حالياً على عمل آني سنة وتمر بسلام إن شاء الله وإحنا مرتاحين أكو في الصحة من الراحة والأمل لكن مو هذا الصح الصح أنه نفكر لأبعد من هذا إحنا عدنا قمنا بدراسة مهمة في وزارتنا هي الدراسة الستراتيجية للمياه والأراضي في العراق هذه قمنا بها في سنة 2015 وصادق عليها مدها عشرين سنة إلى حد 2035 نعم مخططين لحد 2035 ماذا سيحدث؟ ماذا سيتغير؟ ما هي احتياجاتنا؟ وشون نسوي إذا هذا الحالة هذا متفضلت به كل محسوب مسبقاً إضافة إلى هاي إحنا ما كتفينا حسنا بحالة الدراسة في هذه إجينا نحدث الدراسة أيضاً نحناها إلى شركة تحديث هذه الدراسة وفقاً لما يحدث في العالم حالها وفي الكون وهي تغيرات المناخية يعني ما كانت محسوبة بشكل دقيق في الدراسة السابقة كانت محسوبة بس مو بشكلها تفصيلة حالي حالياً هناك معلومات أدق إذن سنحدث الدراسة أيضاً إحنا عندنا خارطة طريق نسلكها منا إلى 2035 في هاي الخارطة هناك مخاطر وتحديات كبيرة سيحصل حضرتك كنت تتحدث عن دراسة هذه الدراسة فيها قراءة للإيجابيات والسلبيات خلينا نتحدث مع حضرتك بشكل تفصيلي أكثر هل نمتلك قراءة واقعية لمستقبل مع إيجاد الحلول للمخاطر هو بالتأكيد إحنا مثل ما قلت لك أنه هاي دراسة تمتدي لها سنة 2035 في حدود هاي دراسة هناك تحديات واضحة مؤشرة يعني أن هاي مخرجات الدراسة محددة واضح شنو لازم نسوي إذا ما نسوينا منها إلى 2025 راح يكون عندنا نقص في احتياجات للمائية يصل إلى حوالي 11 مليار متر مكعب ففجوة بين الاحتياج وبين ما متوفر من مياه هذا ما متوفر وهذا الاحتياج فإحنا مهمتنا نقلل هذه أن نقلل الفجوتين أن نزيد ما متوفر من مياه ونقلل الهدر بما نحتاجه من مياه هذه العملية هي جملة سنقولها هي شائكة ومعقدة بس هي عملية مو سهلة وعملية ترتب عليها عمال هندسية كبيرة تحتاج إلى أبونا تحتية تحتاج إلى أبونا تحتية وتحتاج إلى فلوس إلى خزينة الدولة أن تستقطع مبالغ كبيرة لهذه المهمة هنا التحدي الصراحة اللي أمامنا هو أنه المشكلة أنه الدولة هذا مهام عديدة يعني كثير من المشاريع هستند تلاحظون أنتم البنى التحتية تعبانة في كل المحافظات هاي تاركة إزارة الاختناقات إزارة البناء الإسكان الصحة فإشقد الحيز اللي ممكن تخليه لهذه الكتلة والله المفروض كل الحيز يخصص أي مهائ أنا وإنت قناعتي أنا كبير أقول يجب المياه يعطى الأولوية في هذا الجانب لكن مرات أكو ظروف خارج إرادتنا أكو شغلات صارت أعطى اهتمام كبير من الدولة في هذا الجانب ترجمة نانسي قنقر